بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ريب أن تلاوة القرآن الكريم من صفات المؤمنين الصادقين وأنها سبب لرفعة في الدنيا والآخرة وبها تنال شفاعة القرآن وتوارث الدرجات العلا في جنة المأوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وبتلاوة القرآن تتحقق لنا أربعة أمور الواحد منها خير مما طلعت عليه الشمس قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إلى غير ذلك من ثمرات تلاوة القرآن الكريم التي لا حدود لها ولا حصل غير أنه لا بد لنا عند تلاوة القرآن العظيم من تجويد تلاوته وتحسينها على الوجه الذي بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل وقوله صلى الله عليه وسلم في فضل من يتعلم تلاوة القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولتعلم قراءة القرآن الكريم مستمعي الكرام لابد من الإلمان بأحكام التجويد لأنها تساعد على تحسين التلاوة وإتقانها فما هو التجويد؟ إذن التجويد هو إعطاء كل حرف حقه أي إخراج كل حرف من مخرجه الحقيقي وما يستحقه من تفخيم أو ترقيق من غير زيادة ولا نقصان ولا تعسف ولا تكلف وليتقن المتعلم القراءة أكثر لابد له من الجلوس أمام المقرئين والأخذ عنه مباشرة مع الاكتار من قراءة القرآن الكريم بالترتيل والترتيل هو القراءة بتمهل وهذا هو المطلوب من المتعلم لكي يظهر مدى تطبيقه لصفات الحروف ومخارجها وحتى يتمرن على طول النفس في المدود وقد أمر الله سبحانه وتعالى بترتيل القرآن فقال عز من قائل وغتل القرآن ترتيل مستمعي الكرام كلنا يتمنى أن يكون من المهرة بالقرآن الكريم وبالتالي يكون مع الصفرة الكرام البررة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الصفرة الكرام البررة أما عن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في سننه عن أم سلم رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا وهذا يعني أن القارئ عليه أن يقرأ القرآن بتأنّن وتؤده حتى يفهم ما يقرأ وليحصل التدبر في آيات الله ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن شيبة والبيهقي لا تهذ القرآن هذ الشعر والهذ هو الإسرع ولا تنصره نفر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب والترتيل كما أشانا سابقا يكون على هذا النحو ويقول سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ويقول سبحانه أيضا ليتدبر آياته وليتذكر أولو الباب لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في مدة لا يمكن فيه تفهمه وتدبره روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص صدي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن العاص إقاء القرآن في كل شهر فقال إني أجد قوة قال فقاءه في كل عشرين قال إني أجد قوة قال فقاءه في سبع ولا تزد على ذلك وهذا كله مستمعي الكرام لأجل التدبر في كلام ربنا وفهم معانيه لأنها أوامر رب العالمين جعلني الله وإياكم من المتقنين لتلاوة كتابه العزيز والمتدبرين لآياته ووفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى آمين والحمد لله رب العالمين